اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة 5 و42 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها إلى منزلة الهقعة وهي سيئة أيضا لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد القمر ما زال موجود بالثور بالفترة هاي منشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على منتلكاتنا وكلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ماه وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح تكون هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر ونبتون ورح تكون في تمام الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية وبرضو بيتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدون هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة كلفا والديكور والتجميل أما الزاوية التي تليها هي زاوية تتليس إيجابية بين القمر والمشتري وهي رح تكون في تمام الساعة أربع وست دقائق بعد العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد اللي بيتراجع وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة وأربع دقائق مساء وهي بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من الخيال وبتجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبرضو هاي بتعرض لبعض الإرهاق والضر بالصحة يعني برضو بتعمل صعوبة في تحليل الأمور والتركيز أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور فخلو المسار رح يكون يوم الغد له اثنين احداث ورح يبدأ في تمام الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسة وعشرين دقيقة قبل الظهر لا ينتقل بعدها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المكتمل ستاشر يوم وفي تمام الساعة ثلاثة وواحد ثلاثين دقيقة بعد العصر بيصبح سبعت عشر يوم ونسبة الإضاءة بتكون ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد عشرين احداث مزاجها منتحس بنسبة أربعين في المية تقريبا القمر في الثور حتى يوم اثنين احداث نسبة السعودة رح تكون ثمانين في المية بسبب الزوايا اللي رح تشكلها اللي هي التثليث عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداث منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم واحد وعشرين احداث سعيدة بنسبة عشرة في المية لأنه ما بتشكل الزوايا المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداث مزاجه منتحس بنسبة خمس وثلاثين في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اثناش منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اثناش مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عش واحد مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم تسع وعشرين احداث مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ايضا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي اهم اش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال حاول انك تضغطق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم اش انك تتفائل في فرص لبعض المكاسب المالية تيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن الافضل انك انت يتقلل من مصريفك برج الثور اتقادكم بانفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة التي تشجع لمواجهة واقع صعب ممكن تمارس ارادة قوية في اندفاع وحماسة وممكن تنتصر على الكثير من الاعتبارات ولكن حاول انك تضبط عصابك قدر الامكان من العصبية والحدية اللي ممكن تيجي على شكل نقاش او حوار مع احد الاصدقاء او مع احد الزملاء في مكان العمل برج الجوزاء طبعا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ولا تقرر على شيء عشان ما يخيب اما لك تعتبر هاي الفترة من اسوأ ايام الشهر وطبعا هي لا يوم الغد وبعدين القمر بصير لعندك بتتحسن الاجواب بشكل ايجابي وبتصير لصالحك برج السرطان تسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته اهمش انك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم جهة ما وبرضو الفلك بدعمك في لقاء معين او لقاءات وتعاون متبادل برضو جيد على مستوى الاصدقاء ودعم الاصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة برج الاسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين اهم اشي انه يعني ما تتذمر من كثرة الاعباء معروف ان الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك سيطر على اعصابك حتى لو شعرت بالانزعاج وحاول انك ما تشوه سمعتك وما تخال في القوانين وما تدخل باي شيء مشبوه ضبط الاعصاب مطلوب برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور الى علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون بشكل كبير وبتعود للامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا وبيسهل خلال هالحوار وممكن تفرح بخبر او تجاوب معك في الفترة هاي بتحمل للبعض اشي الى علاقة اما بسفر محتمل او باتصال من خارج البلاد او ممكن قدوم احد من خارج البلاد برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الاوضاع ممكن تتخلى عن مطلب او عن خطوة ممكن اهم اشي انك انت يعني تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الاوضاع واعادة بعض الامور الى نصابها ممكن تنشغل ببعض المعاملات او الاوراق او امور اللي ها علاقة اما ببنك او ضريبة او تأمين او سداد بعض المستحقات اللي الى الى بس اهم اشي انه صحت قريب الكم على المحك برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم اتجنب الانفعالات اللي ممكن تخفي عدوات لسيما مع الادارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة باي جدال او صراع لانك خاسر بالفترة هاي والخصم رح يكون قوي وشرس وبوجود القمر مبقابلك تماما انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات او بعض الاخبار الصحية اللي ممكن تسبب لك نوع من انواع الاربك برج القوس رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاكم واخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهي ومن المستحسن انك تبدأ عملك باكر اذا اردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة وممكن تطلق نتائج للجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة اهم اشي انك انت ترتب وتركز على وضعك الصحي بشكل جيد وحاول انك انت يعني دير بالك على مصريفك برج الجديد بترغبوا في التقرب من احباك ومتعزيز العلاق معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني اهم اشي انك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك تنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك حاول انك تخلي علاقاتك مع افراد العائلة او مع ابنائك جيدة خلال هذا اليوم وما تبالغ كثير بترفيه او يعني الامور اللي بتطلب منك نوع من انواع الترفيه او المجازفات برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية وانكن تنشغل بمسائل عائلية اهم شي انك ما تترك احد يحبط طموحاتك او يدخل في شؤونك حاذر الخلافات وما تضخم الامور فبتبدو مرهف الاحساس ومتوتر بسبب طلق ما او سفر او ارتباط او وعكي صحية الاهم انه ما تبالغ بانفي علا تك داخل المنزل او مع افراد العائلة برج الحوت ابتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة وحصن نفسك من المعنويات او بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الافكار والاعذار بتتمتع بدنماكية والحماسة بتكون عندك عالية جدا اهم اشي ضبط الاعصاب وبرضو التركيز بشكل جيد اذا كان عندك امتحان حاول تستعد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء